طيب خلينا نتكلم عن مباراة اليوم ما بين الاهلي وطلائع الجيش أو طلائع الجيش والاهلي اللي هي مباراة الطلائع لكنها تقاوم على استادر الاهلي والسلام بعد موافق طلائع الجيش بسبب الاحتفالات اللي حنشوفها النهاردة بعد فوز النادي الاهلي واستلامه كمان لبطولة أو الدرع نفسه درع الدوري العام للمرة الخامسة على التوالي ومرة رقم 42 في تاريخه لكن بالتحديد عايزين نتكلم عن مدى أهمية هذه المباراة وممكن البعض يقولك المباراة مش مهمة قوي يعني الاهلي خلاص فاز بالدوري من كذا أسبوع فاته في البطولة وكمان المباراة النهائية في بطولة الدوري أبطال أفريقيا تأجلت اليوم 27 فبالتالي المباراة اليوم مش مهمة لا طبعا أكيد مباراة مهمة ليه بقى؟ لأن أكيد مستر موسماني حيقف على بعض الأمور اللي حتكون بالنسبة له مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية فيما يتعلق بمستويات اللاعبين اللي ما خدوش يعني عدد دايق كتير مع موسماني من ساعة ما جي الفترة اللي فاتت بسبب ضغط المباراة وبسبب المنافسة في دور نصف النهاية من بطولة الأفريقية فممكن نهاردة هنشوف ده مش ممكن ده أكيد كمان هنشوف عدد من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا بيبتدوا كأساسي البعض منهم ممكن يدخل في الشوط التاني يقدر يقف على مستويات بتاعتهم الجهاز الفني ككل كمان مستر موسماني ومساعدين كمان بالإضافة لكده في أهمية من هذه المباراة وهي الأرقام الكياسية اللي ممكن يحققها النادي الأهلي من خلال هذا اللقاء فيما يتعلق بعدد النقاط في بطولة الدوري بإذن الله الأهلي يكسب يوصل للمقطة 89 عدد الأهداف ممكن يتخطر رقم الكياسي يعني بعض الأرقام الكياسية بإذن الله ما يحقق الأهلي الفوز ممكن بكرة في حلقة الترند نتكلم فيها ونقولها لحضراتكم بالتفصيل فبالتالي من هنا جاية أهمية هذه المباراة ودايما جمهور الأهلي ثقافته وعقليته بتتمثل في أنك داخل ماتش أنت بقى خلص بطولة حاسم بطولة كمان أنت داخل تكسب يعني عايز تكسب وتتمتع كمان بالأداء خصوصا أن احنا بنشوف الأهلي مع المسلماني ماشي بشكل ممتاز في الحقيقة الرجل يؤدي مستوىات رائعة سواء محليا أو أفريقيا فهي مباراة للمتعة بالنسبة للعب النادي الأهلي وأيضا مباراة بننتظر من خلالها نتيجة جيدة بالنسبة للفريق اللي احنا أكيد واسقين فيه ثقة تم جهاز فني ولعبين بكل تأكيد بعد شوية حتكلم معكم أكتر عن هذه المباراة وبعض الكواريس وحناتكم أكيد شايفين دلوقتي لقطات من تحرقات لعب الأهلي والجهاز الفني والإداري في فندوق الإقامة قبل ساعات قليلة من انطلاق هذه المباراة اللي هتكون فيه تمام الساعة السامنة مساء فأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة اليوم